حملة اعدام جديدة ضد سبعة معتقلين بتهمة الصلة بتنظيم الدولة أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرا حملة تعيد فتح هذا الملف الذي يحمل بين طياته الكثير من الشكوك بشأن مصداقية هذه الأحكام بالاستناد إلى ظروف المحاكمات التي وصفت بالصورية بحسب تقارير أممية لينافس القضاء بذلك من جديد على مركز الصدارة من بين أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات حيث تؤكد منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن المحاكمات في العراق غير عادلة ومسيسة في الغالب فقبل نطق الحكم النهائي ضد المتهم كان قد مر الأخير بمجموعة إجراءات بعيدة عن روح القضاء مثل طريقة الاعتقال وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب النفسي والجسدي مرورا بعرض المتهم على القاضي وصولا إلى حبل المشنقة فيما يشبه استخدام القوة الغاشمة وليس السعي إلى تحقيق العدالة بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش وتتحدث كذلك وكالة أسوشييت بريس الأمريكية عن وضع القضاء في العراق وتؤكد في أكثر من مناسبة بأن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات وتصدر بحقهم أحكام سريعة مبنية على اعترافات تحت وطأة التعذيب قد تؤدي إلى أعدامهم وبحسب دراسة حديثة للأمم المتحدة فإن في العراق أكثر من تسعة عشر ألف معتقل بتهمة الصلة بتنظيم الدولة ما زالوا في السجون إذ صدر ضد ثلاثة آلاف ومائة وثلاثين معتقلا على الأقل حكم الإعدام وتؤكد الأمم المتحدة أن النظام القضائي في العراق فاشل في التمييز بين المستويات المتفاوتة للمتهمين بصلتهم بتنظيم الدولة إذ يعامل الجميع معاملة المسلحين لأسيما الأطفال والنساء وهو ما ينذر بخطر نشوء مشاكل جديدة بسبب هذا النوع من النظام العقابي الأمر الذي قد يشعل مزيدا من العنف مستقبلا ترجمة نانسي قنقر